مرحبا بكم معي في فيديو جديد انا صراحة ناشو هذي قناتي جبت لكم اليوم وصفة الليفيغين درت لكم نوعين باش تديروها في البوفي ولا في الزنبيرسير ولا حتى تناولوها انتوما في السهرة قدمتهم في هاد الليفيغين اللي راهم تندانس راهم يتباعوا في محل زكي ومبالج صراحة نغروا حطيروا بهم اعجبتني بزيف كي جايين بالغلاق داحهم يعني باش متتسرب شروائحة اللاجاء ليهم وزيت بخيزنتابل كما قلنا درنا الليفيغين تخوا شوكولات موس تخوا شوك جاوي قوام تعل عموس ودرنا فيغين تاع سيدخون فاصل تختولات درنا كرامبل انا كرامبل درتو معاكم بلوزوفون بسحتو الجوع انا في لغاوسات نعود ندلكم هاد اللي زيتاب كامل مملع مورن قدرتها معاكم ديجا وراح نعودها شوفوا للقوام تعل عموس شحل هايل ما هي ديك الخفيفة ما هي ديك تقيلة بزاف قوام تحا بخفي محطة約 3 شوكولات موس أنقل ي dar 3 شوكولات لبعاك كما هادو ما تخوى شوكولة تبحرولي معلش اول حاجة نحن ندره نحن ندره الكرامبل كما نعرف الكرامبل هو نفس اللوز شوية مرحي خشن مشي بودرة وعندي نفس كمية على السكر ونفس كمية على زبدة وقرصة مرحي انا لكوانتيتي دات خمسين 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 جرام من كل حاجة انا توجر ما اكتبش عليكم نزيد شوية بزيادة لفاغين توجر نزيد مغرفة زيادة يعني زيت مغرفة زيادة بس كي شفت الزغة كان كمية شوية معجن سما زيت لها نحب اللقوة مفتت يعني زيت مغرفة طاع الفارينة راح تضح لكم حوالي سبعين غرام كلش سماء سبعين غرام باق طاع الفارينة الاخرين كامل 50غ هادي تقدروا يعني خمسين جرام انا قطلكم للاهمنا انا واجدت زيت مغرفات طاع الفارينة سما جاتني سبعين غرام طاع الفارينة بالنسبة لك 5 مواس 100 ميلي لترى جيت سيتران 100 قرام 100 قرام 130 قرام 130 قرام 90 قرام 10 قرام 10 قرام 10 قرام 10 قرام الزبدة 40 قرام Buffalo 1 على marrying 80 قرام 20 قرام 30 قراء لا تفرغوا و تخلطوا على خاطر ان يكون سخون و تفرغوا على البيت كما تتوقفوا عاود اضطيتها على النار حتى عقدت كما شفتوا عقدنا على خاطر جيت سيترون كان سخون سماغل نضغطيها على النار حتى تبرد شوية فقط اضطيتها ربع ساعة ثم اضطيتها الزبدة و اضطيتها بالبغاميكسر لا تكتروا بزاف تحرك بالبغاميكسر كما اي حاجة تجوزوها على البغاميكسر ستنقص لأكل اختها و انا لا احبها انا كان عندي قارس خضر القارس الخضر لا يجيش بزاف صفر فيتاختو سيترون لا تحبه نخسر اللون لا تكترش الضرب كمتاعي راهي واجدة كرمب الله واجدة طيبتو على مية وثمانين درجة نسيتم نقول لكم مدة اربع ساعة ثم اضطيتو على مية وثمانين درجة اقعدوا تعسوا فيها التحقوا لها كل لون اضطفوها و خلوها تبرد تماما ماذا لنضعين اضطيتنا الخلطها بك شوية خلطتها بالفريجيدر اضطيتها او حتى تكون قاوامتها اضيفها لذلك نضيف الوضع 1-5 لفرين اضيفها 0.5 لفرين نضيف الوضع نضع ملح للبيضاء قرصة ملح نخلطوهم بيان ونضعهم فوق بماغي حتى نضبنا هذا السكر ثم نضعها فوق بماغي وننحوها ونطلعها هنا بالعاني قدامكم الإسانسيال يكون دابلكم هذا السكر في يديكم معلومة أخرى للبماغي لازم لا تضعوا فوق هذا البول حتى يطلع على البخار فهمتوني حتى يطلع على البخار حتى تضعوا فوق هذا الإناء حتى يطلعوا على البخار حتى تكسروا حتى تكونوا فهمتوني بماغي لازم البخار يكون خلاص بداية تصاعد حتى نضع الإناء في الماغي أو الشوكولة ثم نضع على جريحة البيض ونبوشيها هذه الطريقة عقمنا بها بياض البيض منها سوف نتفادوا أنه يصير لنا الماء من الماغي فوق الأطفال وصدران وصدران وفوق الأطفال وصدران نرى اللي دارت للمانقارت ما خلاص راهي جاهزة تحتفل البوشة البوشة اللي عندكم استعملوها ونقدروا البوشة اللي عندكم استعملوها البوشة وهاكها من الفوق تحرقوها بشالي مو أنا صراحة معجبني شوية كي حرقتها لخاطر أنا نحب نحرق اللي كوتي وكامل سماكي حرقتها غيرها كامل فوق حسيت شغل مش هيكي ما كوت حبتها ألغ زلاش فيا كرامبل وشوية بيستاش من فوق بزوجة اللي ترغبها أنا شوية كعراء فلديك واشان وازم تكون حاجة بخط فيه ولا ما تعجبنيش كملنا النوع الأول تعالي فيغين اللي هو بغين فاصان طخت ميرنغي رح يكونوا بزف بلان عشقة اللي طخت وصفة رح يدعو لي على هاد الوصفة اللذيظة والناس يتعجز بكم بالكرامبل نقدر بيسكويت مطحون من تحتها نستعمل الاموس وشوكولات 5-52% من الكاكاو يوجد بيضات غير البيض والشوكولات هذه الاغوسات الأصلية وصفة فرنسية هناك الناس تقول لك أنه لا أحب البيض هذا الوصفة ليس كريتها واني دارتها من قبل خمس سنين الوصفة الأصلية لاموس وشوكولات تجيء بالبيض وزنت سبعين قرام كما كم تشوى تنين وسبعين يعني ما تقطرش الاسسانسيال وزنو سبعين قرام خلط مع سافر البيض كما راكم تشاهدوا نخلط غابي دماء ونحطها غريد خلط سافر البيض مع الشوكولات نروح نضرب ببايض البيض مع قريصة الملح لاموس وشوكولات تكون الأصلية تجيء بالبيض هذا القاوام الرغوي هو قاوام تاع البيض البيض ونضرب ونضرب كما تقضي على رائحة البيض تماما نضرب ثلجي نضيف قاوام نضيف ونخلط بسرعة ثم نضيف ونضيف البيض ونضيف البيض ونضيف البيض ونضيف نضيف نضيف ونضيف نضيف نضيف موس وشوكولات شوكولات بالحليب المنظر هذا ما راح يجيب كثير شباب نضيف 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 صفر البيض نضيف المراحل نضيف موس شوكولات البيض ونضيف نضيف ونضيف وصفة أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موس موسيقى نفتح بالفتحة كي تساعدني ساعة ما بين طبقتين طبقة تبرد و تشدرها طبقة اللي فوقها طبقة اللي فوقها بيضتين 20 قرام السكر 40 قرام زبدة 250 قرام شوكولات البيضاء اول حاجة رح نوزن شوكولات البيضاء رح نحتاج حوالي طابلتة وزوج قطعة قطعتين رح يوزنوا حوالي 50 قرام رح نقطعها قطعة صغيرة و ندوبها مع الزبدة في الميكرو روند ولا تحبوا تدوبها في حمام ماء وميها مش المهم قطعها قطعة صغيرة و ندوبها في ضمام الزبدة و نضيفوا صفار البيضاء مع السكر و نضيفهم في حمام مائي كما قلت لكم مقبل رح نضيفهم في حمام مائي بعد ما يبدأ يطلع على البخار باش نبدأ و نضربوا حتى يبيضنا شوية الخالط و تحسو باللي السكر هادا كبدا يدوب نروح و نفرغوها مباشرة فوق خارط الشوكولاتة و الزبدة و نخلوهم يبردوا شوية كي تخلطوا هادا المكوناين مع بعض تحسو باللي الشوكولات تاعكم هاي حاد خسر عادية تشوفوا على حسب لك كاليتة الشوكولات إلا كانت شوكولات بغير و حاجة ملاحة يعني شوكولات ماشي بيكا رح تحصلوا على قوام الستيكي و إلا حصلتوا على هادا القوام كما كم تشوفوا في الفيديو لا تخافوش لو كانتو ما تقولوا لي سارة خسرت لي خسر لكم ما والو و حطوها بجيه رحوا دربوا لك خمفخش تاعكم كي تطلع لكم ضيفوا شوية من لك خمفخش توجوغ على بيع نقول لكم بريباري و لك عموس تاعكم باللي راك و رايح ندخلوا لك خمفخش كين رحوا نديروا لها ديك شوية على ك خمفخش راح تتسجم ساو شنو ما خلطوا كما كم تشاهدوا أنا في الفيديو يعني نخلط غبي دمون يعني غلبوها خلطوا بسرعة و ضيفوا هكا زج مغارة في حوالي تعلق خمفخش اللي كنا طلعناها و بديروا لحكس و لا تخافوش لو كانتو اللي لابس عليها هما في شوكولة كامل كايين شوكولاتة البيضاء اللي جاي شوية سنسيبل يعني جي سوية صعيفة في الخدمة و خلطوا هكا من الفوق للتحت حتى تحصلوا على موس القوة متحاليس و شباب و بعد نجو نفرغوها ثانية في الفيديوين و خلوهم يبردوا حوالي نص ساعة و لا ساعة قبل التقديم زين زين و كي ما حبيدوا قطكم زينو بلي ميني ميكس هذو كليجو هكا شوكولاتة بيضاء و شوكولاتة سوداء و شوكولاتة بالحالي بلا ديكوري بشوكولاتة مبشورة و لا تقدروا الدكوري بالكاكاو يعني رشا خفيفة على كاكاو كي ما حبيدوا انتوما و قدموهم وبصحتكم الوصفات هذو ما اللي يجوا بالبيض قطكم وصفات يعني اصلية كيماتي غاميسو الاطالي يجيب بلبيض في الوصفة اللي درتها من قبل كان يبدأوا يقولوا لي اعحق وبيض ما شي طائب الوصفة هذي ماشي انا اللي اخترعتها و هيا حط لكم وصفات اه ديفو واصفات من راسي ديفو وصفات يعني ماشي انا اخترعتها ومدام انا كليتها من قبل وما متش وحدو خكلها وما متش يعني هي وصفة عادية تقدر تديريها عادي واحش حسي كامل بريحة البيض ولا بالنة هالبيض. هذا هو الفيديو تاعي. ان شاء الله تكون عجبتكم وسبتيني نهار اليوم. قلكم دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة